أريد أن أبني مدينة هنا وأسميها هليوبلس مدينة الشمس أريدها مبهرة والأهم أن تحافظ على عادات وتقاليد هذا البلد دي الجملة اللي قالها البرون مبان للمعماري إرنست جاسبار وهم وسط الصحر على بعد 15 كيلو متر من القاهرة لما كان بيحلم يبني واحد من أرقى وأجمل الأحياء المصرية لحد دلوقتي مدينة بتجمع بين حاجتين مهمين جداً الهوية المصرية والحداثة إزاي تعمل مدينة جديدة وفي نفس الوقت تكون أصلية وأصيلة والنتيجة كانت مصر الجديدة أهلاً بيكم في حلقة جديدة من المعماري أنا أحمد علي ويلا بينا نبتدي الحكاية أكتر زحمة مصلية على قلبي هي زحمة مصر الجديدة دايماً خرج راسي من الشباك وتفرج على شكل الشوارع والعمارة تسرح معاها تلاقي الزحمة خلصت ودخلت زحمة غيرها وهكذا من غير ما تحس بس حكاية مصر الجديدة للأسف ملهاش أي حظ من اسمها يعني أولاً هي مش جديدة دي بترجع لنهاية القرن التسعتاشر والحكاية ما بتبدأش في مصر لا دي بتبدأ في بلجيكا بدأت من عند إدوارد مباني رجل الأعمال اللي تولد في بلجيكا سنة 1852 ودرس الهندسة هناك واشتغل في بداية حياته في شركة سكك حديد للمناجم بداية عادية لشخص غير عادي كان نستني حدث معين يستفزه علشان يبين قدراته والحدث ده كان الثورة الصناعية اللي بعدها حصل نموه اقتصادي كبير في العالم وبقى فيه فرص لأي حد عايز يعمل بيزنس وإنبان كان مدرك ده كويس وقرر يبقى بيزنسمان وطريقة اختيار الناس للمشاريع اللي هتعملها ما تغيرتش من يوم ما ظهرت زي كده لما تلاقي قهوة معروفة في شارع تلاقي جنبها أربع قهوي فتحوا على حسها البيزنس طول عمره ماشي بالترند والترند وقتها كان في حاجتين السكة الحديد والكهرباء وهو اختار ساعتها يجمع بين الاتنين فاستقلوا عمل شركته الخاصة بتنفيذ سكك الحديد الكهربائية وما اعتمدش على المحركات البخارية زي اللي كان بيتعمل في العادي وفعلاً وقتها أسس شركة ترامو عمل أول خط سكة حديد محلي بيشتغل بالكهرباء في بلجيكا طبعاً مشروع زي ده بالنسبة لشركة نشأة كان حاجة ضخمة جداً نقلته نقلة تانية خالص وطورت جداً من علاقته مع الحكومة لدرجة إن بقى فيه علاقة مباشرة بينه وبين ملك بلجيكا ساعتها ونقدر نقول إن ده سهل له حاجات كتير قوي بعد كده زي مثلاً إنه عارف يؤسس بنك باسمه بنك إمبان علشان يوفر له أي تمويل يحتاجه في مشاريعه بعدين يروح لنفسه بقى ويطلب قرد من نفسه ويقدم ضمانات وما يدفعش بعدها فيحجز على أملاك المقترد اللي هي أملاكه أصلاً وعجلت الإنتاج تمشي الخطوة دي كانت خطوة نجحة جداً خصوصاً إن مشاريع إمبان بدأت تتوسع وتكتر وبقت موجودة في دول كتير زي فرنسا وبالمناسبة شركة إمبان هي اللي بنت ميترو باريس وكمان عملت مشاريع تانية في أوروبا بس لحد الوقت ده لسه مجاتش مصر لو سبنا بقى أوروبا وروحنا القاهرة هنلاقيها لابسة لبس العيد ومتشيكة وبتعيش حالة نهضة عمرانية النهضة اللي كان بدأها الخدوى إسماعيل واللي كان متأثر فيها قوي بشكل العمارة في أوروبا كان حلمه إنه يخلي القاهرة قطعة من أوروبا علشان كده بدأ يطور جداً من العمران وبنى القاهرة الخدوية اللي هي وسط البلد وعملها على اطراز الأوروبي عاد الإمام فعلاً ما كانش بيبالغ في عمارة يعقبيان لما قال إن القاهرة كانت أحلى من باريس ودي حقيقة لأن الغاية دلوقتي لو بصنا على صور وسط البلد وقارنناها بصور باريس مش هتعرف حرفياً تفرق بينهم اللي اتنين فعلاً نسخة من بعض كل ده خلا نباني يشوف مصر فرصة كبيرة للاستثمار وإنه لازم يستغل لها في سنة 1896 اتفتح ترام القاهرة اللي اشتركت واحدة من شركات نبان في إنشاؤه وده كان أول شغل ليه في مصر اللي اختراع اللي غير شكل القاهرة ونقلها للقرن العشرين كمان كان ليه أثر ابتصادي على كل الشوارع والمناطق اللي بيعدي فيها واللي شكلها تغير تماماً بعد ما ترام مشي فيها وده لفت انتباه مبان وبدأ يشوف الفرص الاستثمارية اللي موجودة وأهم فرصة هي الاستثمار العقاري البلد ابتدت تزحم ولازم نستثمر في المباني بس المشكلة وقتها إن أسعار الأراضي في القاهرة كانت غالية جداً تقريباً نفس أسعار الأراضي في مدن كبيرة زي باريس وفيينة علشان كده كان صعب إنه يحقق مكسب كبير جوه القاهرة وهنا مبان قرر قرار مهم إحنا هنخرج بره القاهرة نبني مدينة جديدة وسط الصحرة مصر الجديدة بصراحة أنا لحد الوقت مش عارف أصدق إن الكربة أصلاً كانت صحرة ده إحنا بنحتاجوا وسطتين علشان نركن فيها بس وبنتكلبش برضو المهم الصحرة ساعتها الأراضي فيها كانت ببلاش الفدان الواحد بجنيه وكمان هتكون بعد كده توسع عمران القاهرة اللي زي ما قلتلكم بدأت تتزحم جداً بس المشكلة الأكبر هي إن مين هيسيب العيشة في القاهرة ويروح يعيش في الصحرة خصوصاً إن وسائل المواصلات زمان ما كانتش زي دلوقتي مفيش أوبر ولا ميكروبسات ولا مترو وتغير في العتبة وتاخد الخط التالت الفكرة كانت مستحيلة ومحدش مقتنع بيها حتى الحكومة نفسها لما تقدم لها المشروع استغرابت جداً وكانت شايفة إنها فكرة مجنونة ومش هتنجح بس إمبان كان عنده الحل اللي هيخلي الصحرة دي قريبة وطبعاً الحل ده كانت ترام لعبته بقى إمبان تحسه كان ماشي في الحياة رافع شعار من دقنه وفتله زي ما عمل البنك علشان يسلف نفسه استغل شغلانته الأولانية علشان يبني مصر الجديدة علشان كده هنلاقيه أسس شركة جديدة شركة سكك حديد القاهرة القهربية ووحاة هليوبلس واللي المبنى بتاعها من تصميم إرنست جاسبار اللي عمله سنوات 1907 ويعتبر واحد من أوائل المباني اللي تبنت في هليوبلس ولسه موجود لحد النهاردة في شارع إبراهيم اللقاني وعلى فكرة لسه هو مقر الشركة اللي بقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ولسه على المدخل بتاعها مكتوب بالفوسيفساء الأحرف الأولى من اسم الشركة القديمة كايرو إلكتريك ريل ويز وقدم أول تصميم للمدينة الجديدة هليوبلس تقريباً كده سنة 1905 البارون مبان زي كتير من الأجانب اللي كانوا موجودين في الشرق في الوقت ده كان مهووز بالأفكار الاستشراقية السقافة العربية والشرقية عموماً وكان مهووز قوي كمان بالحضارة المصرية القديمة وضواضح جداً من اختياره الاسم المدينة هليوبلس الاسم الإغريكي لمدينة الشمس عند المصرين القدماء وواحدة من أقدم المراكز الدينية في عصر ما قبل الأسرات واللي مكانها دلوقتي حي المطرية ومش بس الاسم اللي مبان كان موفق في اختياره لأ كمان المكان شوفوا بقى التخطيط من الأول كان عامل إزاي أولاً اختار منطقة المنصوب بتاعها هيكون عالي بحيث تكون أعلى من القاهرة وبالتالي تكون معرضة دايماً للهوى البحري وكمان يكون محاوتها من الجنوب جبال المؤطم اللي بيصد أي رياح غير محببة في الشتر وبكده يكون الجو في المدينة قلطف في الصيف وقدفة في الشتر بالبلد كده جمع مميزات البحر والقبلي وعارف يتجنب عيوب الاتنين تاني حاجة تصميم المدينة نفسه البرون كان عايز يبني مدينة بتجمع بين حاجتين مهمين قوي الهوية والحداسة التصميم كان لازم يكون مميز بيعبر عن روح العصر بس في نفس الوقت بيحترم الهوية والثقافة المصرية علشان كده قرر مبان إن تصميم مصر الجديدة يجمع من الحداسة والأفكار اللي كانت منتشرة عن تصميم المدن في بداية القرن العشرين وبكده ظهرت هليوبلس بمباني حديثة بتناسب الزمن اللي احنا فيه بس في نفس الوقت برضو فيها الروح الشرقية وعلى قد ما التصميم ده كان ثوري وقتها على قد ما فيه ناس كتير اعترضت عليه في الأول وكانوا شايفين إننا بنحشر عناصر زي الأوباب والمقازن في بيوت سكنية شكلها جديد بس فيه ناس تانية شافت إن ده نوع جديد من فن العمارة أو إن ده هيكون واحد من عوامل الجذب للأجانب في إنهم يحققوا أحلامهم ويعيشوا أو يزوروا المدينة الشرقية اللي في خيالهم فيه كمان دراسة عملها روبير البار وضح فيها إن الاعتبارات العملية والاقتصادية هي اللي حققت نجاح هليوبلس مش الشكل الجمالي والطراز العربي المستوحى من ألف ليلة وليلة وأعتقد كلنا دلوقتي شايفينها حلوة وعجبنا التصميم كده وبغض النظر عن كل ده إلا إن تصميمها كان نجح جدا والحد إن عرض الفرق في التصميم والشكل الجمالي واضح بين المنطقة التاريخية الأصلية فيهليوبلس وكل المناطق اللي اتبانت بعد كده في مصر الجديدة كمان تخطيط الشوارع فيهليوبلس كان مختلف عن أي مدينة تانية لأن زي ما بيوضح لنا إلبير في دراسته إن في الأول التصميم كان عبارة عن واحدين واحة هيكون فيها الفلات وشواء السكنية الفاخرة والكاتدرائية والمناطق السياحية زي فندق هليوبلس بالس والواحة التانية كان هيتعمل فيها مدينة صناعية وسكن للعمال وجامع كبير وهيربط بينهم برضو بترام كهربائي بس الأسباب في الغالب اقتصادية قرروا يدمجوهم ويعملوا مدينة بتضم الاتنين عبارة عن واحدة بس فيها كل أنواع السكن الفلات والسكن المتوسط والسكن الاقتصادي كله قريب من بعضه وبرضو كله بيربط بينهم المترو إنبان كان شايف المستقبل وعارف إن التطور الاقتصادي بسبب الثورة الصناعية ده ممكن يبوز العمارة وهنا بدأ يهتم جداً بالمساحات الخضرة والجناين وبقى فيه قوانين بتنظم البنى عايز تبني بيت يبقى لازم تبني على 50% بس من قطعة الأرض والباق تسيبه مساحات خضرة وارتفاع المباني ماينفعش يزيد على الخمس أدوار بس علشان يتحكم في عدد السكان والمدينة متتزحمش أكتر من اللازم كمان التخطيط بتاعها لهو تخطيط إشعاعي زي باريس مثلاً ولا شبكي زي برشلونة لأ هو عمل خليط بينهم يعني تلاقي في التصميم ميادين رئيسية بيخرج منها شوارع الشوارع دي مش لازم تكون مستقيمة لأ بيكون فيها كرفات خفيفة يمكن أشهرهم شارع بغداد أو إسماعيل باشا سابقاً ولما كان الترامب يعدي عليه الكومسرية الإيطاليين زمان كانوا بيندهوا على المحطة ويقولوا لكوربة يعني الدوران ومن هنا اتعرفت المنطقة بالكوربة ومن الحاجات المميزة قوي في مصر الجديدة إن كل حاجة فيها قريبة من بعض يعني مثلاً هنلاقي إن في الشوارع الرئيسية هي اللي فيها الترام وفيها المحلات التجارية بحيث يكون فيها الزحمة وحركة البيع والشرق والشوارع الجانبية فيها البيوت علشان تكون هادية ومناسبة للسكن وبكده هو عارف يفصل بين البيوت السكنية والأنشطة التجارية بس في نفس الوقت هم مش بعيد عن بعض يدوب تنزل خمس دقيق بس من البيت تكون على الشارع الرئيسي لو عايز تشتري أي حاجة أو عايز تركب المتر وتروح أي مكان طبعاً هو عمل كده علشان العربيات ما كانتش منتشرة قوي وقتها بس لو بصنا للموضوع بنظرة مختلفة هنلاقي إن اللي تعمل في هاليوبلس اللي تصممت في أوائل القرن العشرين هو نفس التوجه اللي العالم كله بيعمله دلوقتي علشان يقلل الاعتماد على العربيات إن كل حاجة تكون جنب بعض وبنشوفه في أمثلة مدن المستقبل اللي اتكلمنا عليها قبل كده كمان لو خدتوا بالكوا في تصميم الشوارع الرئيسية هنلاقي معمول فيها بواكي والمحلات دخلة لجوه شوية وده لأن المعماري عارف إنه بيبني في بلد حرب فلازم يوفر أماكن للناس تمشي فيها تكون متظللة وما بيوصلها الشمس علشان الناس تتحرك براحتها والشمس ما تضايقهاش شايفين التصميم اللي بيرعي كل حاجة والناس لسه مستغربة ليه بنحب مصر الجديدة البرونيبان لما صمم مدينته الجديدة استعان بمجموعة من المعماريين الأوروبيين على رأسهم المعمار البلجيكي إيرنست جاسبار والفرنسي أليكزاندر مارسيل علشان يبنوا المباني الرئيسية اللي هتبقى علامات في المدينة بعد كده زي مثلاً كنيسة البازيليك اللي في وش شرع الأهرام واللي لغاية النهاردة واحدة من أجمل المباني في مصر الجديدة بازيليكا بيزنطية ضخمة في ميدان مفتوح تعتبر هي مركز المدينة وبالمناسبة هو ده المكان اللي اختاروا البرون علشان يتدفن فيه وكمان مبنى الشركة اللي قلتلكوا عليه في الأول في إبراهيم اللقاني والجامع العباس الكبير في ميدان الجامع اللي على اسم عباس حلم التاني اللي كان بيحكم مصر وقتها وطبعاً الأصر الهندوسي أصر البارون اللي صممه أليكزندر مارسيل في 1907 أصر البارون اللي بقى لاند مارك للمدينة كلها واللي متصمم على الطراز الهندوسي طراز غريب شوية بس كان ولا يزال جديد ومختلف عن كل المباني اللي موجودة في مصر ومختلف عن طراز هليوبلس نفسه اللي أغلبه عربي إسلامي ويمكن ده لأنه المبنى الوحيد اللي مش متصمم لهليوبلس إنبان كان شاف تصميم مشابه في المعرض العلامي في باريس في بداية القرن من تصميم أليكزندر مارسيل برضو وطلب منه يصمم له أصر على نفس الطراز وبناه على تد عالية بحيث يقدر يطل منه على المدينة بالكامل والأصر ده بالمناسبة زمان كان بيشوف الأهرامات بيشوفها بجد مش دعاية سمصر لأ انتو متخيلين كان بيشوف الأهرامات من مصر الجديدة البرون كان عقلية اقتصادية مش طبعية وكان واضح إنه دايماً بيفكر في المستقبل علشان كده هنلاقيه عمل فندق هليوبلس بالاس اللي من تصميم إرنست جاسفار سنة 1908 واحد من أكبر وأفخم الفنادق في العالم وقتها واللي بقى أصر الاتحادية دلوقتي مقر الحكم في مصر أصر ضخم طول الوجهة بتاعته 200 متر وفيه أكتر من 400 غرفة وحتى بمقييس النهاردة بيعتبر ضخم جداً وكمان هتم قوي بالأماكن الترفيهية زي الكازين ومدمار الخيل اللي بقى حديقة الميريلاند والحد دلوقتي فيه شارع هناك مشهور قوي اسمه شارع السبق لإن دا كان المدمار اللي بيحصل فيه سبق الخيل كل إسبوع وكانوا بيتفرجوا عليه من مدرجات تبنت التلاتينات ولسه موجودة لغاية النهاردة في غرناطا وكان بيحضر فيها الملوك والأمراء وعمل برضو ملاهي لونة بارك اللي ممكن تكون أكبر ملاهة عملت في مصر وقتها ونادي هليوبلس اللي تم افتتاحه سنة 1910 اللي كان فيه حمامات سباحة وملاعب سكواش وملاعب جولف واللي معروفة دلوقتي بأرض الجولف ولو مشيت جواها هتلاقي إن فيه مرتفعات ومنخفضات غريبة على عكس كل المناطق اللي حواليها وده لأنها كانت فعلا في يوم من الأيام تلال للعب الجولف لكن أكتر حاجة جذبت الناس فعلا لهليوبلس وخلت الناس تتكلم عنها في الوقت ده كان المطار اللي استضاف معرض كبير للطيران سنة 1910 وتعرضت فيه محاولات كتير للطيران الشراعي بيفكر في المستقبل لأن كل الحاجات دي عملها علشان يجذب الناس للمدينة سواء من جوه مصر أو حتى من بره منت لما تيجي علشان تتفسح وتشوف المدينة قد إيه حلوة وفيها كل الخدمات هتتشجع أكتر إنك تسكن فيها وهو ده اللي كان عايزه بالضبط عايز يعمل دعاية وبالشكل ده المباني دي بقت لاند ماركس بتميز المدينة بمبانيها الضخمة وفي نفس الوقت هي نقط جذب أحيت فعلا المدينة وأكدت بترازها المعماري على وحدة شكله وتصميم هليوبلس حتى لو كتير من معلمها تغير حكاية مصر الجديدة مش بس حكاية مدينة أو حي كبير في القاهرة ولا حدوتها معمارية ظريفة لأ دي درس ملهم لأي حد بيبدأ حياته البروني مباني عينه دايماً كانت على قدام لو رجعت الحلقة هتلاقي كل قراراته وبنت العصر ده مش بنت عصره هو وده اللي بيتقال عليه فيجيناري أو صاحب بصيرة والناس دي للأسف مع الوقت نسبتهم بتقل في العالم مبقاش فيه خيال يفكر ويسرح مفيش حد هيفكر يسيب شغل مستقر علشان يبدأ بيزنس جديد على العالم مفيش حد هيسيب بلده اللي كون فيها علاقاته بقى غني علشان يجري ورا حلم في بلد تانية فقرة تانية مفيش عقول كتير بتصمم عمارة حليسة بس بروح وأصالة التاريخ كل اللي عمل البرون كان حلمه واستثمار عنده واستفاد منه آه بس هو أناعش مصر الجديدة حولها لوحدة من أجمل المدن في مصر وفضلت محافظة على رونقها لأكتر من مئة سنة وبصراحة أنا شايف أن مصر الجديدة على عكس حكايتها ليها حظ من اسمها لأنها لسه جديدة لحد اللحظة دي ولسه واحدة من أرقى الأحياء في القاهرة ومدينة بتناسب كل العصور وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وطبعا لايك وشير للحلقة وخلونا نتناقش في الكومنتات لو عندكم أي أسئلة أو معلومات عايزين تضفوها واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر